فصائص المنحة توفر راتب شهري بمقدار 10 ألاف يورو لسنة دراسية واحدة إعفاء كامل من الرسوم للطالب لسنة دراسية من المتوقع أن يتم تمويل إجمالي 60 منحة دراسية من قبل الحكومة موسيقى قلاب وطالبات قناة أرض المنح الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في فيديو اليوم وفيديو اليوم هو عبارة عن منحة مقدمة من الحكومة الإيرلندية وهي منحة مميزة جدا يمكنكم قراءة نبذة مختصرة عن إيرلندا وعن هذه الفرصة ندخل الآن في تفاصيل المنحة الدولة المستضيفة إيرلندا مراحل البرنامج باكالوريوس وماجستير ودكتوراه الدول المتاحة للتقديم جميع دول العالم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الطالب أن يمتلك التمييز أكاديميا وشخصيا ومهنيا وإبداعيا وأن يكون لديه مهارات اتصال ممتازة وكذلك يجب أن يكون لديه أنشطة إضافية مثل السياسة المحلية والوطنية الدولية الفنون الرياضة إلى غير ذلك وأن يكون لديهم بررات قوية لمتابعة دراستهم خصائص المنحة توفي الراتب شهري بمقدار 10 ألاف يورو لسنة دراسية واحدة إعفاء كامل من الرسوم للطالب لسنة دراسية من المتوقع أن يتم تمويل إجمالي 60 منحة دراسية من قبل الحكومة الطلاب الذين يحق لهم التقديم هم طلاب التعليم العالي من ذوي الكفاءات العالية من دول خليج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية والدراسة في إيرلندا ستكون لمدة عام واحد بمعنى آخر هذه المنحة ستكون خاصة بعم واحد الوثاقة المطلوبة في هذه المنحة المؤهلات الأكاديمية والإنجازات أو الخبرة العملية وعليها 40 درجة بيان شخصي تذكر فيها النقاط التالية وكل نقطة من هذه النقاط سوف تكتسب من خلالها 15 درجة نلاحظ أن مجموعة درجات السابقة هي 100 درجة وسوف يتم النظر فقط في الطلبات التي يتفي بالحد الأدنى للمنحة وهي 60 درجة كحد أدنى إلى 100 درجة كما ذكرنا هذه المنحة ستكون لمدة عام واحد فقط وممكن أن يستفيد منها الطالب في السنة الأخيرة من برنامج البكالوريوس أو سنة واحدة من برنامج الماجستير أو سنة واحدة من برنامج البحث أو طالب الدكتوراه لمدة 3 إلى 4 سنوات كيفية التقديم كخطوة أولى يجب عليك التقديم في برنامج البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه بأحد جامعة إيرلندا والحصول على عرض قبول مشروط عند الحصول على القبول المشروط من الجامعة الذهاب لبوابة التسجيل بالمنحة ثم عمل أكليكيشن ويتعبية بياناتك وترفق إثبات القبول المشروط ضمن الوثائق المطلوبة إذا كان مقدم الطلب قد تلقى أكثر من عرض قبول مشروط واحد فيمكن تقديم طلبات منفصلة لكل عرض آخر موعد للتقديم سيكون آخر موعد هو 5 مساء يوم الجمعة 26 مارس 2021 بتوقيث إيرلندا الإعلان الرسمي سوف يكون من هنا وفي حالة وجود استفسارات أو أسئلة بإمكانكم التواصل مع الجهة المانحة وقد وضعت لكم بيانات اتصال والتواصل مع الجهة المانحة وندخل الآن في الإعلان الرسمي بهذه المنحة بعد فتح البوابة الخاصة بهذه المنحة سوف نرى الإعلان الخاص بهذه المنحة وهنا التفاصيل لمن يرغب بالتأكد من صحة المعلومات بإمكانه تحميل هذا الملف وكذلك هنا الأسئلة الشائعة فكخطوة أولى يجب علينا تحميل الملف من هنا إذن إخواني أخواتي بعد تحميل الملف سوف يكون الملف بهذا الشكل نقوم بالنزول إلى الأسفل سنجد أسماء الجامعات الإيرلندية نقوم بالبحث عن أحد هذه الجامعات التي نرغب بالدراسة بها والتسجيل بأحد هذه الجامعات ويمكنك التسجيل بأكثر من جامعة واحدة لأجل أن تحصل على أكثر من قبول مشروط بعد الحصول على القبول المشروط تتجه مباشرة إلى البوابة الخاصة بالجهة المانحة وتقوم بعمل أبليكيشن هنا في بداية هذا الملف ستجد المعلومات التي ذكرناها في هذا الفيديو نتجه الآن إلى البوابة الخاصة بالجهة المانحة إذن إخواني أخواتي نأتي الآن إلى التسجيل بعد الحصول على القبول المشروط من الجامعة تقوم بالضغط على زر هير ثم عمل حساب جديد في هذا الموقع وتفعيل هذا الحساب ثم الدخول إلى هذا الحساب إذن بعد تسجيل الدخول سوف تتجه إلى هذه الصفحة وسترى هذه التعليمات تقوم بتطبيق هذه التعليمات إلى أن يتم نقلك إلى هذه الصفحة عند الانتقال إلى هذه الصفحة تقوم بالضغط على add another بعدها سوف يتم فتح هذه القائمة المسدلة وسوف ترى هذه التعليمات تقوم بقراءتها ثم بعد ذلك تفتح القسم الأول من هذه القائمة وهي المعلومات الشخصية هنا سوف تدخل المعلومات الشخصية الاسم الأخير والعنوان ودولة الميلاد رقم الهاتف الإيميل الجنس تاريخ الميلاد وهنا صفحة الجواز أو صفحة من الجواز تضغط save draft وتنتقل إلى القائمة السابقة سوف تدخل على معايير القبول هنا سوف تقوم باختيار نعم ونعم في هذه الخانة تثبت أنك طالب مقيم خارج دول الاتحاد الأوروبي وخارج بريطانيا وسويسرا وهنا سوف تخبرهم بأنك قد حصلت على قبول مشروط من أحد الجامعات الإيرلندية تضغط حفظ ثم تنتقل إلى الصفحة السابقة ندخل في تفاصيل العرض هنا سوف تدخل اسم الجامعة التي منحتك هذا القبول المشروط ودرجة التي ترغب بالدراسة بها المجال ونوع هذا العرض وهنا تختار رقم واحد في حالة حصولك على عرض قبول واحد وفي حالة حصولك على أكثر من عرض واحد يمكنك اختيار الأولوية في هذا العرض عن طريق تحديد الأرقام فرقم واحد يمثل الرغبة الأولى ورقم ثلاثة يمثل الرغبة الثانية هنا سوف تقوم بإرفاق هذا القبول المشروط تضغط save ثم تنتقل إلى الصفحة السابقة ندخل الآن إلى الwork history هنا سوف تدخل بيانات الإنجازات السابقة الأكاديمية هنا سوف تدخل اسم المؤسسة وعنوانها مسمى الدورة أو مسمى الدراسة تاريخ البدء والانتهاء منها الدرجة التي حصلت عليها تاريخ التخرج هل لديك مؤحلات أكاديمية ثانية مؤحلات أكاديمية ثالثة وفي هذا القسم سوف تدخل الإنجازات الأكاديمية والجوائز التي حصلت عليها اسم الجهة التي حصلت على الجائزة منها اسم الجائزة وتاريخها هل حصلت على جوائز ثانية وجوائز ثالثة هنا في هذا القسم سوف تدخل المعلومات الخاصة بالمشاريع والمشورات التي قمت بنشرها في السابق اسم الجهة ووصف موجز لهذه المشاريع هل عملت مشاريع ثانية ومشاريع ثالثة هنا قسم التطوع والتدريب والخبرات اسم الموظف الذي قام بتوظيفك وصف موجز لهذا الموظف أو الجهة الموظفة فترة التوظيف المسمى الوظيفي وصف لبرنامج الذي قمت بعمله مثلا التطوع أو التدريب أو الخبرات هل لديك تجارب ثانية تجارب ثالثة تقوم بالضغط على save وتنتقل إلى القسم الآخر ندخل الآن في الحكام في هذه الصفحة سوف تقوم بكتابة مقال مجيبا فيه على هذه الأسئلة وتكون كتابتك فيها بلغة قوية ولغة أكاديمية هنا سوف تدخل بيانات الموصين اسم الموصي الأول عنوانه المسمى الوظيفي الإيميل الخاص به والتوصية التي حصلت عليها من هذا الموصي هنا سوف نعيد الكرة تقوم بالضغط save وتنتقل إلى القسم الآخر ندخل الآن في قسم الإعلان هنا سوف تجيب على هذه الأسئلة سوف تقوم بقبول هذه الشروط تضغط هنا yes yes هنا في هذه الخانة يسألك إذا كنت ترغب من الجهة المانحة أن تقوم بوضع ملفك إلى جهات ممولة أخرى أو إلى جهة مانحة أخرى في حال لم يتم قبولك في هذه المنحة فبالتالي سوف نقوم باختيار نعم هنا سوف ندخل الاسم الخاص بنا والتاريخ ثم نضغط save draft وسوف يظهر مربع الإرسال سوف تقوم بضغط إرسال وهكذا تكون قدمت رسميا على هذه المنحة قبل أن نختم هذا الفيديو نود إبلاغكم أننا قمنا بنشر العديد من الفرص والمنحة الدراسية والتي سوف تجدونها من خلال الضغط على إيقونة الآي البيضاء في أعلى هذا الفيديو في الجهة اليسرى أو يمكنكم مشاهدة الفيديوهات التي سوف تظهر في نهاية هذا الفيديو ختاما لا تنسوا التعليق على هذا الفيديو عمل اللايك ضغط زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم أخبار المنح باستمرار ونشر هذا الفيديو مع أصدقائكم في جميع وسائل التواصل الاجتماعي حتى تعم الفائدة نراكم في المنحة القادمة إن شاء الله صح تعالى اشتركوا في القناة